حياكم الله مشاهدين الكرام وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسعد باستحابكم معنا في برنامج الملخص برنامج الملخص في كل حلقة نصلط الضوء على كتاب من أمهات الكتب ومرجع مهم من مراجعنا الكبيرة في عالمين العربي والإسلامي وفي كل حلقة نصلط الضوء على هذا الكتاب أو المرجع نستعرض فيه أهم ما أورده الكاتب والمؤلف من منهج ورسائل يتضمنها هذا الكتاب وكذلك نستعرض سيرة ومسيرة المؤلف فنتعرف أكثر وأكثر على خط سيره في الكتابة وما يريد إيصاله من هذا الكتاب فرحم الله علماؤنا الأجلاء لما تركوه من إرث أدبي علمي ثقافي لكل الأجيال وعبر العصور فابقوا معنا في الملخص ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام وهذه الحلقة التي تجمعنا بكم من الملخص وفي هذه الحلقة سنصلط الضوء على كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام ابن عبد البر فمن هو الإمام ابن عبد البر؟ هو الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر القرطبي المالكي حافظ الأندلسة والمغرب من كبار حفاظ الحديث مؤرخ أديب بحاثة ولد بقرطبة سنة 368 هجرية ورحل رحلات طويلة في غرب الأندلس وشرقها وولي القضاء وله العديد من المؤلفات النافعة والموسوعية منها على سبيل المثال للحصر الدرر في اختصار المغازي والسير والاستيعاب في معرفة الأصحاب في تراجم الصحابة وجامع بيان العلم وفضله والاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار وهو اختصار لكتابه التمهيد والإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف وغيرها وتوفي رحمه الله بشاطبة سنة 463 هجريا فرحم الله علمنا الجليل رحمة واسعة كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد يعتبر كتاب التمهيد من أشهر وأوسع شروح موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة وعلاها قدراً وأغزرها فائدة تجلت فيه شخصية ابن عبدالبر العلمية ومقدرته في فقه الحديث وعلومه وسعة اطلاعه على آثار السلف وأقوالهم بل ومعرفته بروات الآثار وأنسابهم وبلدانهم وحالهم من الجرح والتعديل ومن أهم مزايا هذا الكتاب اجتماله على مقدمتين نفيستين يمكن اعتبارهما مدخلاً ضرورياً لفهم مقاصد الكاتب واستنباط فوائد الكتاب فتحدث في أولهما عن بعض أنواع علم الحديث وفي المقدمة الثانية ذكر بعضاً من أخبار الإمام مالك وجملة من آثاره ومناقبه وفضل موطأه منهج الإمام ابن عبدالبر في كتاب التمهيد بالنظر في منهج الكتاب نجد أن ابن عبدالبر سلك فيه طريقاً فريدة لم يسلكها أحداً قبله حيث جمع الكتاب كل ما تضمنه موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى ابن يحيى الليثي عنه من حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وكل ما يمكن إضافته إليه وقسم هذا الترتيب إلى مراتب قدم فيها المتصل ثم ما جرى مجراه مما اختلف في اتصاله وهكذا ثم رتب هذه المرويات على حروف المعجم في أسماء شيوخ مالك رحمه الله ليكون أقرب للتناول كما ذكر من معاني الأثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخطاب ما اعتمد عليه مثله الفقهاء أولو الألباب وجمع أقوال العلماء في تأويلها وناسخها ومنسوخها وأحكامها ومعانيها ودقائقها مما يفيد قارئ الكتاب ثم يأتي بعدها بالشواهد على المعاني والأسناد والأثار مما تعظم به فائدة الكتاب وأشار إلى شرح ما الغريب من الألفاظ مقتصرا على أقوال أهل اللغة ونبه على بعض أحوال الرغاة وأنسابهم وبلدانهم وتاريخ وفاتهم معتمدا في ذلك كله على الاختصار ولعل من أهم مميزات منهج ابن عبد البر في كتاب التمهيد هي سلوك مسلك أهل الحديث في عدم تقيده برأي معين وترجيح ما قواه الدليل والنظر والاجتهاد ومنها أيضا اقتصاره في شرح ما يورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ولعل من الجدير بالذكر أن ننبه أن هناك قول يقول بأن الاستذكار مختصر للتمهيد وهذا خطأ ظهر بل الاستذكار شرح مستقل عن التمهيد وفيه ما ليس في التمهيد ويكفي أنه شرح لكامل الموطة بخلاف التمهيد وذلك في التمهيد ما ليس في الاستذكار وكثير من حالات ابن عبد البر في الاستذكار على التمهيد متعلقة بالأساني وقد أفصح عالمون الجليل بن عبد البر في مقدمة الكتاب عن السبب والدافع له لتأليف هذا التمهيد فقال فأني رأيت كل من قصد إلى تخريج ما في موطأ مالك بن أنس من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قصد بزعمه إلى المسند وأضرب عن المنقطع والمرسل فلم أرى جامعية وقفوا عند ما شرطوه ولا سلم لهم في ذلك ما أمنوه بل أدخلوا من المنقطع شيئا في باب المتصل وأتوا بالمرسل مع المسند إلى أن قال رأيت أن أجمع في كتابي هذا ما تضمنه موطأ مالك بن أنس في رواية يحيى ابن يحيى الليثي عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنده ومقطوعه ومرسله وكل ما تمكن إضافته إليه صلوات الله وسلامه عليه وضح ابن عبدالبر منهجه في كتابه وفق لعلنا أن نستعرض أهم ما جاء في هذا المنهج فكان يجمع أحاديث كل راون في مسند ورتب الرواة بحسب الترتيب الأفجدي لأسمائهم وصل كل حديث مقطوع وجده متصلا من غير رواية مالك وكذلك كل مرسل وجده مسندا من غيره جمع قويل العلماء في صحة الأحاديث وتأويلها وأحكامها وناسخها ومنسوقها وشروحها وجمع ما يعرف من الأثر المتعلق بمعاني الأحاديث والإسناد وتحدث باستفادة عن بعض الروات وجمع بعض القواعد والفوائد في بداية كتابه عن علوم الحديث وفي الختام رحم الله عالمنا الجليل ابن عبد البر لما تركه من إرث ديني وعلمي وأدبي وثقافي تنتفع به أجيالا بعد أجيال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحتى نلتقيكم بمشيئة الله مشاهدين الكرام في كتاب جديد وعالم جليل من علمائنا الأجلى في برنامج الملخص إلى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة